كتفتح باب جومبايل في الجزائر او العراق او اي دولة قامت بحذر سيرفرات باب جي السلام عليكم هلا شباب اليوم شباب را نعرف كيف نفتح باب جومبايل في الجزائر او العراق الطريقة جيد سهلة يمكن اي شخص فتحه مهما كان اول شي نبتديها بالصلاة على الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام ويلا شباب الطريقة تمكنك من فتح المواقع المحظورة او الالعاب الاخرى مثل فري فاير اوكي تفتحها مع بنك مقبول من دون ديلاي او تاخر في البنك الي يسوي لك اللاك والتقطيع يريد شباب تضغط لك لايك وتشارك الفيديو مع اصحابك لحتى يحلوا هذه المشكلة فهذه ازمة ومشكلة كبيرة لنا ككل بعدين شباب ما فينا نسوي اي شي بس نلعب في البيت في ظل هذه الكارثة العالمية اوكي لنبدأ الفكرة شباب هي مثل ما تعرف ان شركة الصلاة حضرت بوبشي في سيرفلاتها يعني ان اي اي بي في الجزائر او بمعنى اخر اي خط اتصال انترنت في الجزائر ما يقدر يفتح اللعبة الطريقة هي ان الروح نغير الاي بي لأي دولة اخرى في العالم لم تقوم بحضر اللعبة ويتفك ان الحضر وكيف تزوي هذه الشي سهلة في تطبيقات في بي اين كثيرة تقوم بهذا الشي لكن تختلف جودة استقرار سيرفلاتها حسب كل تطبيع انا راح اترك لكم رابع تحميل افضل تطبيقات في بي اين بتجربتي الشخصية اسفل فيديو في الوصف احنا اليوم راح نستعمل تطبيق عالمي رهيب اسمه هولا في بي اين راح اترك رابع تحميله في ديسكريبشن تحت حمله وتعال اقول لك كيف تشغله اوكي شباب اول شي شباب نفتح تطبيق تغيير الاي بي ننتظر شوي تطلع عن هذه الواجهة نعمل سكيب او تخطي لهذه ما يحتاج وبعد ما تجيك هذه النافذة لتطبيقات موبايلك تروح تختار اللعبة اكيد احنا فعلتنا بابجي نختار اي نسخة ما يهم كورية او عالمية مثلا العالمية تطلع عن هذه النافذة نختار الدولة تضغط على عالم امريكا وتغير للدولة التي تريدها انت يفضل هنا شباب اختيار اقرب دولة اوروبية مثلا فرنسا او اسبانيا اوكي نختار فرنسا مثلا او نختار اي دولة يمكنك البحث عليه بعد ما تقوم باختيار الدولة تضغط على start لبدء الاتصال بشكل تلقائي شباب بعد الاتصال تفتح اللعبة وخلص الحين راح تفتح عندك اللعبة زي اللوز ما في اي مشاكل ان شاء الله اوكي نشوف البنق حلو او في مشاكل اوربا انتم تشوفون مية تقريبا يعني وشرق الاوسط شباب ان شاء الله ما راح توجه مشاكل مع البنق ما كما تشوفون وهذا هو كل شيء الفيديو اليوم لا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليس لكم كل جديد كان معكم اخوكم انوارا شكرا المتابعة والسلام عليكم اشتركوا في القناة